تبدأ وزارة الداخلية اعتبارا من يوم غد الأربعاء استقبال مخالفي قانون الإقامة والراغبين في مغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى وذلك تطبيقا للقرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الداخلية أنس الصالح وستبدأ الداخلية في استقبال المخالفين من الدنسية الفلبينية حسب الجدول المحدد من قبل الوزارة وذلك في المراكز المخصصة سواء للرجال أو النساء